مياو مياو أنا البس اليوم سأحكي لكم عن قصة مشروع سكراب بسبب استهلاكنا المتزايد وما ينتج عنه من مخلفات كثيرة تسبب لنا مشاكل بيئية عديدة اتحدى متحف الأطفال الأردن والمتحف العربي الأمريكي وأطلقوا متحف سكراب الإلكتروني الذي يعمل مع الشباب من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة الممارسات الاستهلاكية وما ينتج عنها من مخلفات ولكن ماذا يعني الاستهلاك وما هي المخلفات وكيف نستطيع مراقبتهم؟ فمثلا الاستهلاك واستخدام الدفتر للدراسة أما المخلفات فهي الورق الذي نقوم بإلقائه بسلة المهملات لاحقا ولمراقبة ذلك نقوم باستيعاب ممارساتنا الاستهلاكية بمراقبة ما نأكل وما نستخدم ونرصد المخلفات الناتج عن ذلك يمكن أن نتحدث مع جدنا وغيره لنسألهم عما كانوا يستخدمون زمان وكيف اختلف ذلك عن الآن ونكتب ما يخطر ببالنا من أفكار وحلول ونناقشها معا احكوا لنا قصص سلات المهملات في بيوتكم وزوروا موقعنا البداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر